بسم الله حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم فهو ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الرفوع الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أحينا إليك قرآن عربي لتنذرهم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريقا في الجنة وفريقا في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ودخل من يشاء في رحمته وظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذراؤكم فيه ليس كمثه شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرسق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى موسى وعيسى نقيم الدين ولا تتبرقوا فيه كبرى للمشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تضرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بايا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لعادل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داخضة عند ربهم وعليهم وضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمرون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتهي منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعونهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء من دربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لذعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبيرا بصير وهو الذي ينزل وعيثا من بعد ما قنطوا وينصر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعاجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظل المرواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوضقهن بما يكسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتلبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما عظبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم سورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن أفأ وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وعلى من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يطلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل لا مرد من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشرين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن عرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن إذا أذقنا الإنسان من الله رحمة فرح بها وإن تصبهم سيعة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور فلله منك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه أورا نهدي به من يشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذين هو ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور